ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سيرة وعلانية ويذرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار نتدبر كذلك هذه الآية والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الصبر الصبر على الأذى الصبر على الاتهام الباطل الصبر على الظلم الصبر في الحياة تحمل السعاب والله سبحانه وتعالى كذلك قال في آخر سورة النحل واصبر وما صبرك إلا بالله وهذا أمر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ديق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وهناك باب في الجنة اسمه باب الصبرين والصبر مفتاح من مفتاح الجنة فأعيد مرة أخرى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة إقامة الصلاة عدم ترك تلك العلاقة النورانية ذلك الحبل النوري الذي يجمع العبد بربه سبحانه وتعالى يعني نعبد الله بحب وبإخلاص وبوفاء نعبد الله ونحن نصلي ونحن فرحين أننا نلتقي كل يوم في كل ركعة وفي كل سجدة يعني تقربنا من الله نلتقي بالله الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب إنما يجب أن تكون صلاتنا خالصة لوجه الله وعملنا خالص قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بدون صدقة ولا صدقة من حرام أصلي ولا أصدق ولا تكون في قلب رحمة إقامة الشعير كما قلت في درس من الدروس السابقة إقامة الشعير الدينية لكن فقط لأداء الشعير كي أدخل الجنة لكن ليس في قلب رحمة ولا كلامي طيب ولا لساني طيب ولا عملي طيب